وصلنا دلوقتي لفقرة حائط صد عندي رسالة مهمة جدا لأصحاب الترند هم خلصوا كلام على إمام عشور وعلى اللاعبت الأهلي ولا لسه؟ هل من الممكن أن أسأل هذا سؤال؟ ناس كتيرة بتقعد تكلمني من أصحاب الترند بالمناسبة بيقعدوا يكلموني في التليفون يا كابت الإسلام أنت بتسخن يا عم أنا ولا بسخن ولا بعمل أي حاجة أنا بقول كل ما يملي علي ضميري يعني إيه؟ يعني أنا أول ما أشوف أن في حاجة غلط هطلع أقولها وأنا بكلمك في التليفون مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة ولكن إذا كان الغلط في أنا بشكل شخصي ما عنديش مشكلة ما بتضيقش أو مش ما بشغلش دماغي لكن أي حاجة تخص النادي الأهلي لازم أطلع ورد وأنا قلت الكلام ده لكل الناس دي مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة يشوفوني بص وأحضان وعم اهدى أنا مش مسألة اهدى وما هداش إذا كان الأمر شخصي ويخص إسلام ممكن اهدى عليه ولكن إذا كان الأمر يخص النادي الأهلي عمرنا ما هنهدى عليه لأنه ده ندينا ودي طريقتنا نحن نرد ولكن نرد باحترام وبأدب فأنتو الناس دي اللي أنا بكلمهم حللوا كل حاجة أصلي فلان عمل كذا على أفشة مثلا قال لك أصلي أفشة واحد منهم أقسم بالله هذا حصل تليفون موجود واحد من هؤلاء يا كابتل إسلام يا عم إسلام قال لي يا عم إسلام يا عم إسلام أنت تعرف أنت شفت أفشة وهو بيلم والله العظيم تلاتة قال لي كده قال لي أنت شفت أفشة وهو بيلم هدومه من النادي وخرجه ساب النادي وما جاش فأنا قلت له لا أنا ما شفتهش الحقيقة قلت له سألت هذا الشخص الباحث الدائم عن الترند وقلت له كده في وشه في التليفون مش في وشه قلت له كده قلت له أنت دايما أنت راجل غير أمين لأن أنت وغير صادق لأن أنت كل كلامك مش مظبوط الراجل وقف تكلم مع كولر وأنا قلت الكلام ده هنا في القناة الأهلي بالمناسبة الراجل وقف تكلم مع كولر كل واحد من حقه أنه يتكلم مع المدير الفني لو المدير الفني شاف أنه أنا غلطت معاه هو هو يشوف بقى هيعمل معاه إيه ولكن أن تنسج قصص من الخيال وقلت له أنت حتوق التألف وتقول كلام ما حصلش وجبت معايا أفشى على التليفون أنا أول مرة أقول هذا الكلام وجبت معايا أفشى على التليفون وسمعت التاني أن ده ما حصلش وأن الكلام كان كلام يعني كان زعلان من حاجة وقالها للرجل والرجل تقبلها بطريقته فأنا قلت خلاص أنا سمعتك لصاحب هذا الترند قلت يمكن يتعادل يا أخ ويمكن يطلع صادق أو يصدق الكلام اللي حصل فعلا من من صاحب الموضوع استأذنته طبعا الأول أفشى فقلت بقى إيه الرجل حيطلع بالليل إذا كان عنده برنامج ولا عنده يوتيوب ولا عنده ولا عنده ولا عنده قلت حيطلع بالليل يتكلم بما رأاه صحيحا بشكل صادق وأمين تصدقوا بالله ما قالش حاجة وما جابش سيرة الموضوع وبعدها بيومين ثلاثة بعتولي فيديو الإعداد عندنا بعتولي فيديو أنا ما كنتش قلت الكلام ده لأي حد الإعداد بعتولي فيديو قالوا لي إنه فلان الفلان ده وهو شخص غير صادق قال على الموضوع أفشى كذا وكذا وكذا وأنا كنت قلت للإعداد يا جماعة لما حد يجي تكلم في موضوع أفشى هذا الموضوع غير صحيح لأنه لم يحدث هو ممكن جدا يكون فيه كلام حصل بينه وبين الراجل ولكن لم يهدمه وبتاعه الكلام ده كله ما حصلش أنا قاسف إن أنا بطول في الحكاية أنا قلت يمكن أنا غلطان كلمت معظم مصادري ومصادرنا وأصدقائي من اللعيبة قالوا لي الله العظيم يا كابتن ما حصل هذا الكلام لم يحدث كلمت صاحب الترند ده دايما واللي بيحاول يمشي عكس الاتجاه وهو هجاص وغير صادق اللي عايز تقول قوله عارفين حضراتكو ما ردش بعدت له قلت له يا أخي خليك أمين في الكلام اللي أنت بتتكلمه للناس ما تعملش قصة من لا قصة قلت له كده قلت له ما تعملش قصة من لا قصة قول إن الرجل تكلم مع كولر أفشى تكلم مع كولر والموضوع ممكن يكون عالى حصل حاجة بتاع لكن ما تقولش قصة من خيالك ومن خيالك المريض أنا بقول لحضراتكو الحكاية دي ليه بقول لحضراتكو الحكاية دي ليه عشان تعرفوا إن هؤلاء الأشخاص لا يبحثوا عن الحقيقة الناس دي والله العظيم تلاتة لا تبحث إلا عن شيء واحد فقط آخر الشهر حقبط كام وبقبضوا إزاي بقبضوا بأننا نمشي عكس الاتجاه كلنا عايزين فلوس وكلنا بنحاول نشوف أو كلنا دايما بنبقى عايزين بنشتغل عشان ناخد مرتبنا ونصرف على بيتنا ولكن دائما الأمانة يجب أن تكون موجودة إذا كنت أنا عارف إن في موضوع حصل في النادي الأهلي مثلا يخص لعب أو حاجة جوه النادي ممكن ما طلعش أتكلم عنها ولكن ما عملش قصة من خيالي أبدا زي ما دول بيعملوا الاسكريبتات بقت محفوظة ومفهومة والناس كلها وقدبلها من مثل هذه الأمور خلاص اسكريبتات محفوظة ومفهومة أنا آسف إن أنا اتكلمت كتير في هذا الأمر ولكن دي مكالمة كانت ما بيني وما بين واحد من أصحاب الترندات اللي بيمشي دايما عكس الاتجاه عايز تقول عليه غير صادق قول عايز تقول عليه هجاص قول ولكن أنا بالفعل تأكدت وبصمت بالعشرة أن مثل هؤلاء الأشخاص لهم سبب كبير جدا جدا في إثارة فتن إثارة فتن عشان كده بقول لحضراتكم الاسكريبت بقى محفوظ ومفهوم والناس كلها واخدى بالها في من الناس دي بيجري وراء الفلوس بشكل غير صحيح وفي منهم بيحاول أن يهدم الأهلي ويهدم النادي الأهلي أنا تأكدت والله والله لو كان عندي نسبة قليلة من الشك في هذا الأمر أنا دلوقتي تأكدت أن هناك من يفعل ذلك في ناس بتأمل كده بس مش هيعرفوا طبعا طول ما حضراتكم موجودين مش أنا أنا النهاردة موجود بكرة مش موجود لكن طول ما جمهور النادي الأهلي موجود والله العظيم تلاتة محد منهم حيقدر ولكن أنا بحكي لكم على موضوع حصل وفيه شهود عشان كده بتلقوا شوية الحملة الممنهجة تكون على كهرباء وشوية الحملة الممنهجة على الشناوي وشوية على أمام عشور اهدوا استقيموا يرحمكم الله استقيموا في كلامكم ده احنا في أيام مفترجة اسلوبكم وتحللكم فج وغير صادق مش عايزين نركز على مثل هؤلاء الأشخاص عشان تصدقوني احنا الفريق محتاج في هذه الفترة حاجة واحدة فقط وهي التركيز على الفوز في المباريات القادمة عندي تسع مباريات قادمة عايزة فوز فيهم اتكلموا انتوا براحتكم وإحنا تركيزنا هيبقى منصب على ان احنا ازاي نكسب ان شاء الله مش هبص لكم مش هبصوا انتوا بتعملوا ايه انا في طريقي كنادي اهلي وإحنا ان شاء الله ورا لعبتنا مش هنبص لكم خالص خالص اعملوا اللي انتوا عايزينه انا بس عطلع اقول بس الكلمتين اللي انا ممكن اخليها لانه انتوا بتقولوا ان انا ولا بسخن ولا بعمل انا بقول الحقيقة والله 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 لو كان الحقيقة في موضوع تحديدا افشة بقى وكولر غير كده انا ما كنت طلعت اقولتها حد او ما كنتش كلمت عنها يعني ده انه لا احد يقعد في هذا المكان الا ومن المفترض ان هو يقول الحقيقة لعبة الاهلي بسم الله ما شاء الله ان شاء الله دايما عارفة طريقها وعارفة اين منصات التتويج اللي بتسع لها من خلال الفوز في كل البطولات انا مش بفكر تحت رجلية ده لعبة نادي الاهلي ولا بدور على بطولة محلية فقط ولكن تفكيرنا دايما واحلمنا بتتخطى البطولة القرية كمان وعايزين ميداليات اه خدنا البرونزية من 2005 2006 بناخد برونزية الغد دلوقتي عايزين بقى دهبية او فضية كل الارقام القياسية الحمد لله الحمد لله انا ممكن لعبت نادي الاهلي دي تروح تقعد في البيت عندهم ارقام قياسية كبيرة جدا واقفل النادي عشر عشر سنين عشرين سنة وحتفضل الارقام القياسية بتاعتي برضو تخيل ما حدش هيلحقني ولكن النادي الاهلي تفكيره دائما غير انا ضمن النادي الاهلي ضمن الاندال كبيرة في العالم انا لما باجي اتكلم على اه نادي بتنافس معاه هو ريال مدريد مش اه حد والله ما اقصد حد لانه الفرق كبير جدا اذا كنت في الدوري اتكلم عن كام واربعين بطولة واللي بعدك اعتقد اعتقد اربعتاشر خمستشار بطولة اه اذا كان كاس مصر فابتكلم على كام وثلاثين بطولة والناحية التانية كام اذا فابتكلم عن السوبر المحلي كذا البطولة الافريقية كذا لكن مرة الاقي فتنة بين محمد الشناوي ومصطفى شبير الحمد لله محمد الشناوي شخصية محترمة وكبيرة مصطفى شبير شخصية رائعة وجيدة للفترة اللي جاية ان شاء الله يعمل احسن شغل مرة دلوقتي تعمل مشكلة مع امام عشور يقول لك اصله تخيل مدير المنتخب كابتن ابراهيم حسن ما بيخافش بيطلع يقول كابتن امام عشور هو طالع ما سلمش على كابتن طريق سليمان على ما اتذكر فقال لك اصله وامام عشور قاعد يحلب بايمانات المسلمين لكابتن ابراهيم حسن انه والله ما حصل ما يخطيش بال الواحد بيبقى هو طالع على اخره متدايق تعبان يعني الواحد بيبقى مش قادر يطلع مش قادر يجري مش شايف قدام مبصص في الارض وعايز اوصل فلما فشل الغير صادق عايز تمشي كولر ولما فشلت رجعت الدايرة من الاول وجديد رجعت الكهرباء اللي اصبح بسم الله ما شاء الله لعب جيد جدا مش سهل تستفزه تقيل انسوا بقى ترنداتكم وانسوا كل هذه الامور واتمنى ان هي ما تكونش موجودة اتمنى ان احنا ننتظر الكرة القدم او ننظر الى كرة القدم خلال المرحلة اللي جاي جمعين الاهلي وعيا وعارفة مين عايز يعمل ترند على حساب النادي ومين بيمشي عكس الاتجاه خلاصة الكلام الاهلي ماشي في طريقه ولن ينظر لاحد النادي الاهلي ماشي في طريقه ولن ينظر لاحد جمعين النادي الاهلي عليها الدور الاكبر دائما واللي احنا دايما بنبقى منتظرين ومن حضراتكم احنا هنلعب كل 3 يام مباراة لازم الحضور الجمعين في كل مباراة يبقى كبير ان شاء الله علشان صدقوني انا بقول لحضراتكم عن تجربة الواحد لما بيبقى تعبان لما بيشوف الجمعين الموضوع بيختلف تماما لازم يكون عند اللعيبة حافز وحافز اللاعبين هو وجود الجماهير اللي دايما وقفة وراء فريقه وبتساند فريقه عدد الجماهير اعتقد دلوقتي زاد بقى عدد شاء الله يبقى موجودين